في ظل إجراءات التخفيف في عدد من الدول العربية وغير العربية أيضا ما زلنا نتحدث عن اللقاحات الموعودة ونتحدث أيضا عن اختبارات المناعة ومن المستفيد حتى اللحظة من كل ما يجري ومن الذي عليه أن يبقي الحذر فيما يتعلق بصحته فبانتظار اللقاح الموعود ومع تخفيف إجراءات الحذر والسماح للناس بالخروج بعد إغلاق استمر أكثر من شهرين يبقى كبار السن هم ضمن الفئة المصنفة الأكثر عرضة للإصابة منهم من يعيش في الواقع حالة إحباط من حقه أن يحبط بكل الأحوال ومنهم من يعيش طبعا أو يخشى الخروج من منزله هم يخشون ويفضلون البقاء في المنازل لحماية أنفسهم في هذا الإطار ولتخفيف وطأة هذا الهاجس طور باحثونا في جامعة كامبريج البريطانية وبالاشتراك مع معمل متخصص في أستراليا اختبارا هذا الاختبار يهدف للكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للمهانات في حالة الإصابة بالفيروس حيث بات معروفا أو كما تقرؤون معي من خلفي أن الفيروس يتسبب بأعراض قاتلة لبعض البشر في حين لا يكاد يشعر آخرون بإصابتهم به نهائيا وبحسب تقرير صحيفة التليغراف البريطانية يأمل الباحثون الكشف عن النمط البيو كيميائي الذي يتنبأ بالأشخاص الأكثر غرضة لأخطار هذا الفيروس وذلك من خلال ماذا؟ من خلال تحليل البصمة الجزائية وهي تركيبة من المواد الكيميائية التي يفرزها جسم الإنسان في الواقع وبحسب الباحثين فإن إنشاء المؤشرات الحيوية من الدم والبغول قد يساعد على تفعيل نظام سهل وسريع وأيضا رخيص الثمن من أجل التعرف على الأشخاص الأكثر عرضة لهذه المضاعفات وفي حال نجاح الاختبار يمكن للمسنين إذن الذين تبين أنهم مقاومون للفيروس أن يشعروا ببعض الراحة النفسية وربما يغامرون بالخروج إلى العمل مرة أخرى لكن في الوقت نفسه ذلك لا يعني أن الفحص يوفر لهم شهادة مناعة أبدا وأنما يساعد الأشخاص على معرفة كيفية التصرف حتى لحظة الحصول على اللقاح ترجمة نانسي قنقر